مرحبا حبايبي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا خير ولا يتقبل طاعتكم وصيامكم ودعواتكم ويبلغنا يا رب ليلة القدر وبيدي أقول لكل أم كل عام وانتي بألف ألف خير يا رب وإن شاء الله هيك الله بيخلي كل الأمهات وبيحفظهم لأولادهم ويرحم كل أم متوفية يا رب لا يمكن أن يكون مسموة صوت الغاز إجابيان غاز فإن شاء الله ما يكون واضحة كتير ومزعج حبايبي هون أنا بعمل حلو تعرفوا أنتو برمضان أكلات الحلو طيبة كتير وخصوصي الحلو اللي هو العربي أنا هون أعمل أطايف بأشطاء بحس الأطايف برمضان كتير طيبة هي والقنافة والعوامة أما مثلا أنا مستحيل أعمل كيك مثلا برمضان أو يعني هاي الشغلات اللي هي أو مثلا حتى رزب حليب لا برمضان الحلو هيك العربي غير شكل بعد الفطور بشي ساعتين ثلاثة بيبلشوا المسلسلات الحلوة تطلع بيعود هيك بيعابل فنجان قهوة مع أكلة حلو بني عسلم على أساس أنه أنا كتير بحب القهوة هذي بس أنه بحس برمضان ما عشي الحال القهوة طيبة وهيكي مع مسلسل ضريف مثل مسلسل نامل أفوكاتو وأولاد بديعة يا عيني أنا هالسنة ما طبعت غير هالمسلسلات مع أنه كل سنة أنا بطابعة كتير أنا بعشق المسلسلات والدراما والمراء كتير بس هالسنة ما حسرت فيه مسلسلات حلوة يعني بس هدول اتنين اللي أنا كتير عم نشدر لهم لأنه كتير فيه أحداث حماسية كتبوا لي أنتو حفايبي شو عم التابعوا برمضان وسلسلات برامج هالسنة ما في كتير يعني شغلات حلوة وإجمالا هالسنة يعني حتى كعيد قوم كعيد الحب براس السنة ما كتير العانا مبسوطة وما كتير عم يحتفلوا بسبب الشغلات اللي صارت بغزة والله يفرجها عليهم يا رب بشو هالشهر الفضيل فالواحد ما إله حتى مراء أنه هو يعود يتابع بس يعني مسلسل نعمل أفوكاتو عن جد خطير يعني كل مشهد بيخليك تتحمس للي بعده أنا من الأول ما يبلج وهيكي بمسك أعصابي وبتوتر ولما بيخلص بالدعية أنه بدي أعرف شو هيصير بعدين يعني عن جد المخرج محمد سامي مأبدع بهالمسلسل هو أصلا كل سنة بيعمل مسلسلات خطيرة يعني بس عن جد ككتابة وكأخراج المسلسل بجندل حتى نعمل أفوكاتو عفوا حتى أولاد بديعة كمان كتير حلو الممثلين سوريين اللي في كل سوريا بتحبون فكمان هيك حماسي بس نعمة أحلى يعني هيكي الأحداث في عم هيكي ورا بعضه يعني كل مشهد بتلاقوا التكملة اللي بعده ما أنه بتكن تستلوا حلقتين ثلاثة اللي تعرفوا شو هيصير لا كتير حلو أنا منصح اللي ما تابعوا يشوفوا حلق هون حبايبي أنا عم بقلي الأطايف عن جد طلعت أطايف بتشهي أنا هون ما لحقق ليه هاي لح خليها هيك ولح أحشيها قشطة لأن أوقات نحنا منقليها أوقات لأ اللي ما منقليها منعمل حجما يكون صغير حلق بتشوفوا كيف شايفين نحنا هاي بسوريا منسميها أطايف عصافيري بتشهي يعني وماما طبعا عملت القطر اللي هو العسل طلع معها بجندين وهيك يعني أكلة خفيفة نضيفة ما كتير بدها شغل يعني ما بتاخد وقت كتير وشيهم نزل للكون فيديو خصوصي للأطايف هلق هون بعد ما ساويتون نحقق شيهم بالأشطة وبعدين بلكون بالفستو الحنبي وفي هونيك حاطة أنا أطايف واحدة بس عملتا مقلية هلق بلكون شو حشيتا لهاي حشيتا يعني شغلي أنا أول مرة أصلا بعرف أنه بتنامل هلق هوني قاعدة عم ساوي هون هلقوا حتى هكا المسع بيتسلى بالحلو بالأكل ذكروني حبا عيبي شو في أكل عط حلو هيك يا طايبة برمضان غير الأطايف والقنافة منبسط لما حدا بي هيك بيذكرني بأكلة حتى ماما بتقلنا دائما أنه قلوني طيب شو أعمل حتى لو أكلة كبيرة أنا لحكون مبسوطة لأنه خلص يعني أنتو ذكرتوني ماما هم الأكلة وقات بقلنا عمل لي مثلا مثلا محاشي أو عمل لي كبسة عمل لي بعدين بقلنا لا لا هتقولي كتير أنه بياخدوا وقت وهيكو فأنتي ما بديها كتا تعبي برمضان وكزا بتقلي لا بالعكس أنا بكون مبسوطة لما بكونها مأطبخ أنتو بس اقترحوا فعلى جد هو التفكير بالأكلة بتقلنا ماما أصعب من الأكلة نفسها أصعب من الشغل فيها فذكروني هيك شو في أكلات طيبة برمضاني لو أحد يعملها هلأ هون هاي أنا لأطايف شو مفرد أطايف قلوني كتبوني كمان بالتحليقات خير ما بتطلع ما يبدي لكم هاي دون سنة لأطايف يعني هاي فحشيتها هاي بالتمر طلعت كتير طيبة هون بمصر بيعملوها أنا وكتبعرف يعني كل هالسنين بمصر أنا وكتبعرف أنه عندهم أطايف بالتمر فس جربتها طلعت كتير طيبة لأنه التمر لما تنقلها يعني بتقلو الأطايف التمر بيدوب فبيطلع كتير طيبة إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو حبايبي وحتى إذا ما أعجبكم ما نشي يدعموني أعطوني لايك وكومنت وشعيروا الفيديو وشكرا لكل حدا ويتابع القناة